استعدادات جارية في العراق وتصريحات تصدر من مسؤولين حكوميين هنا وهناك يروجون لمؤتمر لم يكن الأول من نوعه يفترض أن يعقد السبت المقبل في بغداد بمشاركة دول جوار العراق إضافة إلى دول أخرى مثل مصر وقطر والإمارات وأمريكا وفرنسا وبريطانيا والعنوان الأبرز لهذا المؤتمر هو تأسيس اتفاقيات تعاون وشراكة تضع العراق على الطريق الصحيح لاستعادة مكانته الدولية التي يستحقها ولكن ما بين السطور هناك الكثير فالمؤتمر الذي يجري التحضير له ترعاه حكومة فاقدة لشرعيتها كحال سابقاتها من حكوماتهما بعد الاحتلال وبقرار من الشعب الذي أكد مرارا وتكرارا رفضه للنظام السياسي الذي تأسست بمجيبه هذه الحكومات ومع ذلك فإن المجتمع الدولي على ما يبدو لم يضع في الحسبان كل هذه الاعتبارات حيث كانت له حساباته الخاصة ليكون هدفه من عقد مثل هكذا مؤتمرات هو تلميع صورة حكومة الكاظمي التي تشهد أزمات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة قد تدفع بالعراق إلى الانهيار بحسب ما أكدته هيئة علماء المسلمين في العراق التي أوضحت أيضا أن هذا المؤتمر لن يخرج بأي جديد ولن تنفذ من قلالاته شيء على غرار ما جرى في مؤتمر عام 2008 في ظل هيمنة إيران على العراق سياسيا واقتصاديا وفي ظل هذه الضجة الإعلامية الحكومية برز الحديث عن زيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون المرتقبة لبغداد وكأنه يحمل معه مفتاح الحل لأزمات يعاني منها العراقيون منذ سنين بسبب فساد الأحزاب الحاكمة وهيمنة الميليشيات الإيرانية رغم أن ماكرون قد سبق وزار العراق في أوائل عام 2020 دون أن تخرج زيارته حينها بنتيجة تذكر مؤتمر يتطلع إليه مسؤول حكومة الكاظمي ودول عربية وأقليمية وغربية تسيرها مصالحها قبل كل شيء أما المواطن العراقي فلا تعنيه أبدا مثل هذه المؤتمرات ولا ما ينتج عنها فهي محكوم عليها بالفشل الذريع حتى قبل انعقادها ترجمة نانسي قنقر